المؤسسة العسكرية تؤكد عزمه على مرافقة العدالة وحمايتها مما يسمح له بأداء مهامه على أحسن وجهه ويكفر لها إخراج كافة ملفاته ومعالجتها بكل عدل وإنصاف ويكفر مكتل كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم في خطام له الفريق أحمد قايت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يأكد من بشار بأنه لا حدود لطاقة مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان في سبيل تخلص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الرئاسيات الفريق صالح اعتبر أن ملفات الفساد المعروضة على العدالة بيّنت أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ بإصلاحات جوفة بل بالعكس تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين نائب وزير الدفاع أرجع السبب الرئيسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية إلى تسييري في المقام الأول لأن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاعن وأضاف بأن خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا اقتصاد الوطني ومنحها بأشكال تفاضلية وبمبالغ خيالية في سيغة قروض جعل وطيرة التنمية تتعطل ما يناقض محتوى الخطابات المنافقة التي تشدق بها هؤلاء